أعزائي طلبة الطالبات التعليم الفني التجاري أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برامجنا التعليمين حلقة اليوم هتكون مخصصة لطلبة الصف الثاني السنوي التجاري شعبة الشؤون القانونية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات النهاردة ان شاء الله هنستجمل مع بعض ما كنا قد بدأنا من شرح مادة القانون التجاري وكنا قلنا في الحلقات السابقة ان احنا مع بعض بنشرح الأحكام بتاعة القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 وفي الواقع احنا بدأنا الأحكام دي بدأنا دراستها من السنة اللي فاتت يعني من وانتم لسه في الصف الاول تعالوا نرجع بالذاكرة كده شويتين ثلاثة للسنة اللي فاتت ونفتكر احنا كنا اتكلمنا عن ايه احنا في البداية اخدنا القانون التجاري وعرفنا ان القانون التجاري هو اللي بينظم القانون اللي بينظم العلاقات ما بين التجار وبعضهم وما بين التجار والمستهلكين وبعد كده عرفنا نميز ما بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية ودخلنا بعد كده في أنواع الأعمال التجارية ومن ضمن أنواع الأعمال التجارية عرفنا نوع اسمه الأعمال التجارية المنفردة وفي الأعمال التجارية المنفردة إحنا عرفنا إيه هي قلنا هي الأعمال اللي بتكون تجارية حتى لو حدست مرة واحدة وبغض النظر بقى عن اللي أم بيها تاجر ولا غير تاجر ومن ضمن الأعمال التجارية المنفردة أخدنا حاجة اسمها الأوراق التجارية والأستاذ اللي بيدرس لك وقتها قالك إن الأوراق التجارية دي هي الشيك والسند والكنبيلة وما تكلمناش فيها أكتر من كده السنة دي بقى إن شاء الله هنتعمق مع بعض في الأوراق التجارية دي واخدة مننا الفصل الدراسي الأول كله بندرس فيه إيه؟ بندرس فيه الأوراق التجارية يبقى إحنا السنة دي بنستكمل مع بعض أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 وهندرس مع بعض في الفصل الدراسي الأول الأوراق التجارية طيب تعالوا قبل بقى ما نبدأ الحلقة النهاردة بالدرس الجديد نسترجع مع بعض اللي إحنا أخدناه فيه الحلقات السابقة علشان لو حد من زميلنا أول مرة يتابع الحلقات ما يحسش إنه هو تايا وإحنا كنا قلنا إن الحلقات اللي فاتت بزدات أول حلقتين فدول من أهم الحلقات اللي موجودة عندنا في اللي هنشرحها فيه المادة أو في الترم السنة دي لإحنا في الحلقتين دول ابتدينا نتعرف يعني إيه أوراق تجارية وابتدينا نتكلم على الشيك والسند الإذني والكنبيالة بإزاي ما قلنا كده إيه عرفنا القشور أو عرفنا الخطوط العريضة ليهم وبعد كده المفروض من النهاردة هندخل في التفاصيل بس قبل ما ندخل في التفاصيل تعالوا نراجع مع بعض اللي أخدناه فيه الحلقات اللي فاتت علشان نسترجعه سوا وعلشان اللي أول مرة يبقى حاضر معنا يقدر إنه هو يستوعب الكلام اللي هنقوله بعد كده لما هندخل فيه التفاصيل طيب إحنا قلنا إن إحنا إن شاء الله السنة دي هندرس مع بعض اللي فيه القانون التجاري أحكام القانون التجاري لقم 17 لسنة 1999 وقلنا إن السنة دي إن شاء الله إحنا المنهج بتاعنا بيتكون من إيه؟ بيتكون من ثلاث أبواب الباب الأول عندي وهو باب الأوراق التجارية وقلنا هندرس فيه ثلاث دروس وهي الكنبيالة والسند الإذني والشيك وقلنا إن الباب الأول ده ممتد معايا طول فترة الفصل الدراسي الأول عندي بعد كده الباب التاني وهو باب العقود التجارية وده هندرسه في الفصل الدراسي التاني بإذن الله وهناخد فيه عقد الوكالة وعقد السمسرة وعقد المقر عندي بعد كده الباب التالت وهو باب الشركات التجارية وهناخد فيه أنواعها وتأسيسها وإنقضاها طيب نبدأ مع بعض بالباب الأول وهو باب الأوراق التجارية وعندي الأوراق التجارية فيه الكنبيالة والسند لأمر وممكن نقول عليه السند الإذني برضو يعني هو السند لأمر صح والسند الإذني صح وبعد كده عندي الشيك ودي الثلاث أوراق التجارية اللي وردت عندي طيب هل المشرع لما أورد هذه الأوراق التجارية لو تفتكروا مع بعض قلنا أوردها على سبيل المثال ولا على سبيل الحصر قلنا إن المشرع لما أوردها أوردها على سبيل المثال طيب يعني لو عندي أي ورقة تجارية كان فيها خصائص الأوراق التجارية السلاسة دي اقدر اقول عليها ورقة تجارية حتى لو ما كانتش ايه موجودة او مذكورة ما بينهم وسألنا مع بعض هل طرق التداول التجارية بتحقق السرعة والاقتمال لو نفتكر احنا في الحلقات اللي فاتت قارننا ما بين طرق التداول في القانون المدني وطرق التداول في القانون التجاري وعلشان ما طولش عليكم برضو احنا مجرد ان احنا بنتذكر فقلنا ان طرق التداول في القانون المدني اكتشفنا ان هي لا بتحقق السرعة ولا بتحقق اصدقاء والاقتمال والسرعة والاقتمال مهمين جدا زي ما قلنا المين للحياة التجارية طيب وللتجار في التعامل ما بينهم فقلنا ان طرق التداول التجارية هل بتحقق السرعة والاقتمال قلنا ان تداول الطرق التجارية او الاوراق التجارية بيتم عن طريقين أول طريق وهو التظهير وتاني طريق وهو التسليم طيب نفتكر مع بعض قلنا إيه هو التظهير قلنا التظهير هو بيان يكتب على زهر الورقة التجارية يفيد نقل الحقة الثابت بها إلى شخص آخر يعني إيه؟ يعني بنجيب الورقة التجارية وبنقول أمنا بنقلبها على الظهر وبنكتب البيان بتاع التظهير نقلت حقي في الورقة التجارية أو في الكنبيالة مثلا إلى فلان الفلاني كده تم التظهير؟ أيوة كده تم التظهير هل إحنا تكلمنا عن إجراءات؟ لا هنتكلمنا عن حاجات اشترطها المشرع زي ما حصل أو زي ما شفنا في القانون المدني زي مثلا في حوالة الحق قلنا لأ يبقى التظهير كطريقة من طرق التداول بيحقق لي السرعة؟ أيوة وبيحقق لي كمان الاقتمي واتكلمنا عن التسليم وقلنا إيه هو التسليم؟ قلنا هو انتقال الحق في الورقة التجارية من يد إلى يد يعني أنا دلوقت عايزة أسلمك مبلغ معين بشيك فمجرد ما بسلمك الشيك بيبقى كإني بالضبط قديت المبلغ ده أو وفيت بيه المبلغ ده ليك مجرد ما حضرتك بتروح البنك وبتقدم الشيك وكان فيه رصيد بيصرف لك المبلغ الموجود في الشيك طيب يبقى احنا كده بنتداول الورقة التجارية بالإيه؟ بالتسليم وقلنا إن المشرع بينظر بعين الحساسية لطريقة التسليم ليه؟ لأن ممكن في أي وقت الورقة التجارية دي تضيع أو تتسرق يبقى ساعتها مين اللي هيبقى يقدر أنه هو يستوفي هذه الورقة أي حامل لهذه الورقة التجارية يقدر أنه هو يروح يصرفها وياخد الدين أو المبلغ اللي موجود فيها طيب بعد كده عرفنا مع بعض إيه هي الأوراق التجارية وقلنا إن هي محررات شكلية قابلة للتداول بالطرق التجارية وقلنا يعني إيه محررات شكلية؟ قلنا شكلية يعني مكتوبة طيب قابلة للتداول بالطرق التجارية عرفنا إن الأوراق التجارية دي لازم يتم تداولها بالطرق اللي قلنا عليها اللي هي التظهير أو التسليم طيب بتمثل حقا موضوع مبلغ من النقود يبقى لازم موضوع الورقة التجارية يكون ايه يكون نقود مستحقة الدفع اما بمجرد الاطلاع او بعد اجل قصير يبقى بمجرد ما حضرتك بتقدم الورقة التجارية دي يتم دفعها وده اذا كانت بمجرد الاطلاع وبتستحق الدفع ممكن برضه بعد اجل ايه بعد اجل قصير وقلنا المدة المشرع ما حددهاش فهي ممكن تكون اقصى حاجة سنة او سنتين ويجري العرفة على قبولها كاداة للوفاء مثلها مثل النقود يبقى انا بوفي بيها زي النقود بالظبط يعني لو انا علي ليك مبلغ 20 الف جنيه وكتبتلك بيهم شيك يبقى في الحالة دي انا وفيت الدين اللي علي ولا لا كده يعتبر ان انا وفيت الدين اللي علي طيب والاوراق التجارية المشرع ما عرفهاش مين اللي عرفها الفقه هو اللي عرف الاوراق التجارية بعد كده اتكلمنا مع بعض عن خصائص الاوراق التجارية وعرفنا ان انا عندي خمس خصائص من خمسة من الخصائص للاوراق التجارية اول حاجة عندي قلنا الاوراق التجارية سقوك مكتوبة قلنا يعني ايه سقوك مكتوبة؟ يعني محررات مكتوبة يعني مش شفوية ومكتوبة ومش مكتوبة كده وخلاص لا دي مكتوب وفق شكل معين تطلبه المشرع فيها يبقى المشرع تطلب شكل معين او تطلب بيانات معينة في الاوراق التجارية لابد ما تكون موجودة فيها وبتختلف بقى هذه البيانات في الكنبيالة عن الشيك عن السند الازني بس خلينا عارفين ان الاوراق التجارية بتكون مكتوبة وفق بيانات معينة اشترطة المشرع فيها وقلنا ان انا ما عنديش اوراق تجارية شفوية يعني عمرنا ما سمعنا عن شيك شفوي او كنبيالة شفوية او سند ازني او لامر شفوي بعد كده قلنا موضوع الوراق التجارية بيمثل مبلغا من النقود واتكلمنا وقلنا ان مبلغا من النقود يعني فلوس وفرقنا ما بين النقود وما بين المال وقلنا ايه هو المال قلنا ان اي شيء بيقدر بسمن سواء كان عقار او منقول فهو مال انما النقود اللي بيقصدها المشرع عندي هنا كخصيصة من خصائص الاوراق التجارية هي الايه هي الفلوس السلع اللي بنشتريها بمقابل اللي هي الفلوس طيب بعد كده قلنا ان تالت حاجة في الخصائص كانت قابلية الاوراق التجارية للتداول بالطرق التجارية وقلنا ان ايه هي الطرق التجارية قلنا ان هي التظهير والتسليم وعرفناهم طيب لو في ورقة عندي مكتوب عليها مثلا لا يتم تداولها طيب هل دي ورقة تجارية لا يبقى انا عندي الورقة التجارية لابد ان يتم ايه تداولها بالطرق التجارية بعد كده قلنا ان الاوراق التجارية لابد ان تكون واجبة الدفع في اجل قصير يبقى انا الورقة التجارية لاما تكون مستحقة الدفع عند الاطلاع بمجرد تقدمها بيتم الوفاء بها ويتم دفعها واما تكون واجبة الدفع في اجل قصير وقلنا الاجل القصير اللي هو بيكون فترة مش طويلة طيب ليه؟ لان الحياة التجارية قلنا بتعتمد على السرعة فما ينفعش اقول ان فيه ورقة تجارية مدتها عشرة او عشرين سنة يبقى الورقة التجارية بنقول على اقصى تقدير بتكون سنة او سنتين واخيرا في خصائص الاوراق التجارية عرفنا ان لابد ان يقبلها العرف كأداية للوفاء وقلنا ان لو الورقة اللي معايا موجود فيها كل الخصائص اللي المفروض تكون موجودة في الاوراق التجارية ولكن العرف لم يقبلها كأداية للوفاء او لم يجري العرف كقبلها أداية للوفاء فبقى بقول ايه ان هي في الحالة دي ما بتكونش ورقة تجارية وده ربما مثال بكوبونات الاسهم لو تفتكروا وقلنا ان مثلا انا عندي فيه شركات المساهمة شركات المساهمة بتكون عاملة للمساهمين فيها اوراق كوبونات الكوبونات دي بيصرفوا بيها الارباح كل 3 او 4 شهور طيب الكوبونات دي بيبقى موجود فيها جميع حصائص الاوراق التجارية ولكن العرف لم يجري على اعتبارها كأداية للوفاء يبقى دلوقتي احنا عمرنا طبعا ما سمعنا عن حد بيجي يقولك طب انا عليك 10 تلاف جنيه طب انا هوفيها لك بايه بكوبون اسهم حد من حضراتكم سمع الكلام ده قبل كده لا يبقى لم يجري العرفة على تداولها او على اعتبارها كأداية للوفاء بكده نكون انتهينا من خصائص الاوراق التجارية وقلنا احنا شرحناها باستفادة في الحلقات اللي فاتت طيب نيجي بعد كده وتكلمنا مع بعض وقلنا ان انا عندي الاوراق التجارية هم كم ورقة اللي موجودين على سبيل المثال في المنهج عندي ثلاثة اولهم هنتكلم عن السند الازني او لامر وقلنا ان هو بيكون ما بين كم طرف بيكون ما بين طرفين ولو تفتكروا مع بعض احنا في الحلقة اللي فاتت قلنا ان في اعتقاد شائع ان الورقة التجارية ان انا لما بروح اشتري سلعة بقول ايه بقول انا دفعت مقدمة مبلغ من النقود والباقي انا كتبت بيكون بيالات وعرفنا في الحلقة اللي فاتت ان موضوع ان انا كتبت بيكون بيالات دوت ده كلام مش صح والصح ليه قطالب بتدرس قانون تجاري ان انت تقول انا كتبت بيه سند اذني لان مين اطراف العلاقة هنا انا عندي اطراف العلاقة انا اللي اشتريت السلعة ولسه علي باقي مبلغ يبقى انا هنا مين انا هنا المدين والطرف التاني هو المستفيد اللي بسدد له هذا المبلغ طيب يبقى انا عندي العلاقة هنا مكونة من طرفين فقط لكن في الكمبيالة العلاقة عندي بتكون مكونة من 3 اطراف يبقى انا عندي لما باجي اشتري سلعة وبكتب على نفسي تعاهد فده بيكون اسمه سند اذني او الامر ما اسموش ايه كمبيالة طيب يبقى انا عندي السند الاذني له طرفين وهو اول طرف المدين او محرر السند والطرف التاني هو المستفيد طيب تعالوا مع بعض ما نعرفه قلنا هو ورقة تجارية ثنائية الاطراف يتعهد محررها بمقتضاها ان يدفع مبلغ من النقود لاذن شخص اخر بيسمى المستفيد في تاريخ معين طيب بعد كده اتكلمنا عن الكمبيالة وعرفنا ان الكمبيالة فيها كم طرف فيها 3 اطراف مين هما قلنا كاتب الكمبيالة او الدائن وهنسميه بقى باللغة بتاعتنا او بالمصطلح بتاعنا فيه الكمبيالة هنسميه الساحب الطرف التاني وهو المدين او المسحوب عليه والطرف التالت هو المستفيد طيب وقلنا ان الثلاث اطراف فيه بينهم علاقة قلنا العلاقة الاساسية هي ما بين الساحب والمستفيد وما بين الساحب والمسحوب عليه وقلنا إن الساحب دائن للمسحوب عليه يعني الساحب ليه فلوس عند المسحوب عليه وفي نفس الوقت الساحب عليه فلوس للمستفيد فبيعمل إيه الساحب؟ بيسحب كمبيالة أو بيكتب كمبيالة على المدين لصالح المستفيد أو على المسحوب عليه لصالح المستفيد ويعرفنا الكمبيالة وقلنا إن هي ورقة تجارية ثلاثية الأطراف بتتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد في تاريخ محدد أو قابل للتحديد أو بمجرد الاطلاع وبيكون هو الحامل الشرعي للكمبيلة بعد كده اتكلمنا مع بعض عن الشيط وعرفنا أنه هو ورقة تجارية أيضا ثلاثية الأطراف زي الكمبيلة لكن في اختلاف ايه هو أنا عندي الشيط دايما المسحوب عليه فيه بيكون البنك يبقى الشيط المسحوب عليه دايما بيكون مين البنك طيب يبقى أنا عندي الثلاث أطراف هما الساحب والمستفيد والمسحوب عليه اللي هو البنك طيب ايه هو تعريف الشيط هو ورقة تجارية ثلاثية الأطراف بتتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع لدى الإطلاع مبلغ من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد وبعد كده تكلمنا مع بعض عن ما هي وظائف الأوراق التجارية وعرفنا أن الأوراق التجارية عندي ليها ثلاث وظائف أول وظيفة عندي هي أن الأوراق التجارية أداة وفاء وهنلاقي أداة وفاء يعني إيه؟ يعني أنا بقدر أن أدفعها بدل النقود طيب وهنلاقي أن الثلاث أوراق التجارية اللي موجودين عندي وهي الكنبيالة والسند الإذني والشيك بيقوموا بهذه الوظيفة كأداة للوفاء طيب تاني وظيفة عندي هي الأوراق التجارية وظيف أداة ائتمان بتقوم بوظيفتها كأداة ائتمان طيب هنلاحظ بقى حاجة أن الأوراق التجارية المقصود بها هنا أن هي بتقوم بوظيفة أداة ائتمان هي الكنبيالة والسند الإذني فقط طيب والشيك؟ لا الشيك لا يصلح أن يكون أداة ائتمان طيب ليه؟ لأن دي ممكن تجيلك في الامتحان مثلا ممكن فعلن هنقول ليه الشيك لا يصلح أن يكون أداة ائتمان؟ لأن الشيك بيتم الوفاء به بمجرد الاطلاع يبقى الشيك ليس فيه مدة أجل ما فيهوش مدة أجل زي السند الإذني وزي الكنبيالة نحن نجد تاريخ الاستحقاق في الكنبيالة في تاريخ معين أو بعد شهر أو بعد سنة نفس الحكاية بالنسبة للسند الإذني إنما اتفقنا مع بعض من الحلقة اللي فاتت إن الشيك بيكون مستحق الدفع بمجرد الاطلاع وبالتالي هو لا يصلح كأداة ائتمان تالت وظيفة وهي أداة لتنفيذ عقد الصرف ودي هنلاقيها موجودة في الكنبيالة فقط طيب ليه هي موجودة في الكنبيالة فقط؟ لأن إحنا لو نفتكر اتكلمنا وإحنا بنتكلم عن الكنبيالة كأداة لتنفيذ عقد الصرف قلنا الأول يعني إيه عقد الصرف؟ هو عقد تحويل العملة وقلنا إن فيه نوعين من أنواع عقد الصرف وهو عقد الصرف اليدوي وعقد الصرف المسحوب وقلنا ان عقد الصرف اليدوي ده معناه ان انا بروح احاول مثلا من جنيهات لدولارات بقدم الجنيهات للمكتب الصرافة وباخد دولارات وانا وقفة مكاني يبقى في نفس التوقيت او في نفس اللحظة طيب انما عقد الصرف المسحوب قلنا ان عقد الصرف المسحوب ده كان موجود اول ما نشأت كمبيالة او هو ده اللي بسببه نشأت كمبيالة وقلنا ان كان وقتها انا مثلا لو عايزة اسافر دولة اجنبية وهروح لمكتب الصرافة وهقول لهم انا والله عايزة احول المبلغ اللي معي ده من جنيهات لدولارات مثلا فهيقول لي ايه طيب ما بدل ما تاخدي المبلغ ده دلوقتي وممكن يضيع منك وانت مسافرة او يتسرق طيب ما احنا هنسحب لك بيه كمبيالة على الفرع اللي موجودة عندنا فيه الدولة اللي انت مسافرة فيها لما هتوصلي هتقدمي الكمبيالة وهتغذي المبلغ بالدولارات اللي انت عاوزاها طيب يبقى قولنا ان اول ما نشأ الكلام ده نشأ فين نشأ في المدن الايطالية القديمة اه وده كان سبب نشأة الكلبيالة يبقى الكلبيالة في الاصل نشأت لتنفيذ عقد الصرف المسحوم وعلشان كده بنقول ان الوظيفة التالتة وهي اداء بنقول اداء لتنفيذ عقد الصرف دي بتختص بيها الكلبيالة فقط يبقى دي كانت التلات وظائف اللي بتقوم بيها الاوراق التجارية ونركز فيهم كويس جدا علشان نعرف كل ورقة منهم بتقوم بالوظيفة الموجودة بالضبط يبقى قولنا ان الشيك بيعتبر كأداية وفاء ونفس الحكاية الكنبيالة والسند الازني يبقى الثلاث اوراق التجارية اللي عندي بيقوموا بوظيفتهم كأداية وفاء طيب والوظيفة كأداية اقتمان قولنا بيقوم بيها الكنبيالة والسند الازني طيب الوظيفة بتاعة تنفيذ عقد الصرف قولنا بتقوم بيها الكنبيالة طيب بعد كده اتكلمنا مع بعض عن اطراف الكنبيالة وزي ما احنا شايفين ان عندي اطراف الكنبيالة 3 اطراف ولو تفتكروا احنا كنا قولنا مين هو المدينة الاصلي في الكنبيالة وعرفنا ان المدينة الاصلي في الكنبيالة هو الساحب لانه هو اللي وقع على الكنبيالة يبقى توقيعه بداية اول حد بيوقع على الكنبيالة هو اللي انشأها وهو الساحب وقلنا ان الساحب في علاقة ما بينه وما بين المسحوب عليه هي ان الساحب دائن للمسحوب عليه وسمينا العلاقة دي مقابل الوفاء وكان فيه علاقة سابقة ما بين الساحب والمستفيد وقلنا فيها ان الساحب مدين للمستفيد عليه فلوس للمستفيد وسمينا العلاقة دي بعلاقة وصول القيمة وقلنا لو المدين او المسحوب عليه وقع بالقبول على الكنبيالة فبيصبح هو المدين الاصلي في الكنبيالة وبيظل الساحب ساحب الكنبيالة ضامن متضامن في الكنبيالة طيب بعد كده هنشوف النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض في نشأة الكمبيالة او في انشاء الكمبيالة طيب انا هتكلم ان شاء الله في الاوراق او في الكمبيالة في ست مباحث رئيسية اول مبحث فيهم هو مبحث انشاء الكمبيالة بعد كده هنتكلم مع بعض عن تداول الكنبيالة ضمانات الوفاء بالكنبيالة الوفاء بالكنبيالة الامتناع عن الوفاء واخيرا انقضاء الالتزام المصرفي يبقى انا عندي كده ست مباحث موجودة وهندرسها مع بعض في الكنبيالة طيب تعالوا نبدأ بانشاء الكنبيالة عندي في انشاء الكنبيالة هندرس اربع مواضيع مهمة اولها الشروط الموضوعية لانشاء الكنبيالة الشروط الشكلية لانشاء الكنبيالة الاثار التي تترتب على تخلف احد البيانات الشروط الاختيارية في الكنبيالة يبقى دي الاربع موضوعات الرئيسية اللي هندرسها في المبحث الاول وهو انشاء الكنبيالة تعالوا نبدأ مع بعض بالشروط الموضوعية لانشاء الكنبيالة انا عندي اربع شروط موضوعية لانشاء الكنبيالة وهي الرضا الصحيح محل الالتزام الثابت في الكنبيالة سبب الالتزام الثابت في الكنبيالة واهلية الالتزام في الكنبيالة يبقى ايه هي الشروط الموضوعية لانشاء الكنبيالة اربعة رضا محل سبب اهلية طيب تعالوا مع بعض نبدأ بالرضا الصحيح زي ما احنا شايفين كده نموذج الكنبيالة اللي قدامنا انا عندي اول ما بنبدأ مع بعض لو انا مثلا هسحب الكمبيالة او هكتب الكمبيالة دي يبقى في البداية خالص لتحمل الكمبيالة عند تحريرها سوى توقيع الساحب انا هملك البيانات اللي موجودة فيه الكمبيالة بما اني الساحب وهوقع تحتيبه اول توقيع بيكون موجود عندي على الكمبيالة هو توقيع الساحب وهو منشئ الكمبيالة طيب ممكن بعد كده الكمبيالة لو المسحوب عليه ابلها هيوقع عليها بالقبول يبقى لاحقا قد تحمل الكمبيالة توقيع المسحوب عليه اذا وقع بالقبول طيب ممكن بعد كده المستفيد او حامل الكمبيالة يظهرها لشخص اخر يبقى قد تحمل الكمبيالة توقيع المظاهر وممكن المظاهر يظهرها لمظاهر اخر يبقى عندي دلوقتي الكمبيالة ممكن بيكون عليها اكتر من توقيع بداية بالساحب مرورا بالمسحوب عليه اذا وقع بالقبول ثم بعد ذلك المظاهر وممكن يكون عندي اكتر من مظاهر فيه الكمبيالة لكن نراعي ان يجب ان لا يشوب رضاء ايا منهم اي عيب من عيوب الارادة يبقى سواء بقى احنا بنتكلم عن الساحب او المسحوب عليه او المظاهر فلابد بقى لا يشوب رضاء ايا منهم اي عيب من عيوب الارادة طب ايه ايه عيوب الارادة عندي اللي احنا واخدينها قلنا الاقراه التدليس الغلط الاستغلال يبقى انا عندي عيوب الارادة الاقراه التدليس الغلط الاستغلال طيب هناخد مع بعض حالتين هنتكلم عن الساحب هنشوف لو شاب ارادة الساحب عيب من عيوب الارادة وفي الحالة التانية هشوف لو ان عدم رضاء الساحب تماما طيب نبدأ مع بعض بالحالة الاولى لو شاب ارادة الساحب عيب من عيوب الارادة عند توقيعه على الكمبيالة فهل التزامه بيعد صحيحا يعني مثلا لو انا اكرهت حد اقرهني ان انا اكتب كمبيالة فهل دلوقتي كده الالتزام بتاعي صحيح لا طبعا الالتزام بتاعي مشوب بعيب من عيوب الارادة وهو الاقرار فيبقى الالتزام الساحب في الحالة دي بيعد ايه بيعد باطلا طيب التمسك في الحالة دي يعني انا دلوقتي كساحب واكرهت على ان انا اوقع على الكمبيالة دي فهل اقدر اتمسك بالعب ده في مواجهة نين في مواجهة المستفيد الاول في الكمبيالة فقط يبقى لو ايمان عندي اهو قدامي اعنى لو ايمان اكرهت على ان هي اتوقع على الكمبيالة فتقدر بتتمسك بالبطلان ببطلان الالتزام الخاص بيها في مواجهة نين في مواجهة اقرم اللي هو المستفيد الاول في الكمبيالة عندي طيب لو تم تداول الكمبيالة ووصلت لحامل حسن النين يعني اقرم ظهرها لمحمود هل ايمان هتقدر تدفع او تتمسك بالبطلان في مواجهة محمود لا يبقى انا عندي التمسك بالبطلان للحامل بيكون في مواجهة المستفيد الاول فقط لكن اذا تداولت الكمبيالة ووصلت لحامل حسن النية فلا يجوز للساحب التمسك بالبطلان في هذه الحالة طيب ليه؟ لان التظهير زي ما احنا قلنا بيطهر الكمبيالة من الدفوع طيب برضو حد ما كانش حاضر معنا في الحلقة اللي فاتت هيقول لي يعني ايه بيطهر الكمبيالة من الدفوع؟ يعني بيطهر الكمبيالة من المشاكل اللي عليها يبقى انا دلوقتي لما هتنتقل الكمبيالة بيتم تظهرها من المظاهر للمظاهر اليه في الحالة دي اي مشكلة موجودة على الكمبيالة بتسقط والمظاهر اليه بيستلم الكمبيالة خالية من المشاكل وابسط مثال اللي احنا شوفنا دلوقتي طيب هيقدر دلوقتي حد يجي الساحب يقول للمظاهر اليه والله اصلا انا كنت اكرهت على كتابة هذه الكمبيالة هيقول له لا انا ملياش دعوة انا تم التظهير لي والتظهير بيطهر الكمبيالة من المشاكل فالكمبيالة دلوقتي وصلتني ايه؟ وصلتني بدون مشاكل يبقى هنقول التظهير بيطهر الكمبيالة من الدفوع ولذلك لا يستطيع الساحب انه هو يدفع بالبطلان في مواجهة المظهر اليه طيب ايه هي الحالة التانية؟ قلنا لو انعدم رضاء الساحب طب امتى هي انعدم رضاء الساحب؟ هناخد مثال لو تم تزوير توقيع الساحب على الكمبيالة طيب هل التزوير ده في اي ارادة للساحب؟ لا ده انا من غير معرف حد ازور التوقيع بتاعي فيبقى انا هنا انعدم رضاء الساحب في انشاء هذه الكمبيالة طيب التزوير ده لا تتطهر منه الكمبيالة يعني لا يسقط حتى بالايه؟ بالتظهير يبقى في حالة انعدام رضاء الساحب قلنا كمثال التزوير تزوير توقيع الساحب على الكمبيالة هذا التزوير لا تتطهر منه الكمبيالة طيب لو انعدم رضاء الساحب قلنا بيعتبر التزام منعدم ويستطيع التمسك به في مواجهة المستفيد الاول طب في مواجهة المستفيد الاول بس؟ لا ده كمان بيقدر انه هو يتمسك به في مواجهة الحامل حسن النية يبقى حتى لو تم التزوير بيقدر الساحب انه يتمسك بانعدام الرضاء او بالبطلان في مواجهة الحامل حسن النية بعد كده هنتكلم مع بعض عن الشرط التاني وهو محل الالتزام الثابت في الكمبيالة احنا كنا تكلمنا وقلنا ان محل اي ورقة تجارية او موضوع اي ورقة تجارية هو ايه؟ هو النقود اللي قلنا المقصود بيها الفلوس فبرضو احنا بنتكلم هنا على الكمبيالة كورقة تجارية هنقول ان محل الالتزام الثابت في الكمبيالة عندي هنا لازم يكون ممكن ومشروع طب محل الالتزام عندي ايه هو؟ محل الالتزام عندي بيتمثل دائما في دفع مبلغ معين من النقود طيب النقود دي هل هي محل ممكن وجائز التعامل عليه؟ أيوة طبعا النقود دايما هي محل ممكن وجائز التعامل عليه دائما كمان دفع مبلغ معين من النقود هو التزام مشروع ما فيهوش اي شيء ان انا ادفع مبلغ معين من النقود هل ده في حاجة مخالفة للنظام العام او للإدابة العامة؟ لا يبقى دلوقتي انا عندي النقود هي محل ممكن وجائز التعامل عليه وعندي برضو الدفع النقود هو التزام ايه التزام مشروع طيب نيجي بعد كده نتكلم مع بعض عن تالت شرط من الشروط الموضوعية وهو سبب الالتزام الثابت في الكمبيالة عايزين نعرف ايه السبب اللي انشأت لاجله الكمبيالة يبقى السبب هو سبب التزام الساحب في الكمبيالة وسبب تحريره لها ليه الساحب حرر هذه الكمبيالة وعلشان نعرف سبب نشأة الالتزام السابت في الكمبيالة لازم نرجع للعلاقة الاصلية ما بين الساحب والمستفيد والتي من اجلها حرر الساحب الكمبيالة احنا قلنا ايه العلاقة اللي ما بين الساحب والمستفيد قلنا ان الساحب عليه فلوس للمستفيد وسمينا العلاقة دي بعلاقة وصول القيم يبقى الساحب عليه فلوس للمستفيد فقام الساحب سحب كمبيالة أو حرر كمبيالة على المسحوب عليه لصالح المستفيد عشان المسحوب عليه هو اللي يسد الدين لمين للمستفيد ووفقا للقواعد العامة كل التزام يجب أن يكون له سبب وأن يكون هذا السبب مشروع وموجود يبقى السبب اللي علشانه هيسحب الساحب هذه الكمبيالة لصالح المستفيد يبقى لازم يكون سبب مشروع وموجود طيب تعالوا مع بعض نفهم يعني إيه السبب مشروع سبب مشروع يعني غير مخالف للنظام العام والأداب العامة يبقى إذا كان سبب الالتزام غير مشروع يعني مخالف للنظام العام والأداب العامة زي مثلا يكون دين قمار يبقى هيكون الالتزام بتاعي إيه هيكون الالتزام بتاعي باطل يعني لما يكون الساحب ومستفيد بيلعبوا مع بعض أمار طيب الأمار دوت فعل مخالف للنظام العام والأداب العامة ولا لا أيوة فعل مخالف طيب يبقى الدين دوت مشروع ولا غير مشروع يبقى سبب الدين اللي ما بينهم ده غير مشروع يبقى الساحب عليه فلوس ليه المستفيد علشان خاطر إيه علشان خاطر دين الأمار يبقى في الحالة دي هيكون الالتزام بتاع الساحب التزام إيه التزام باطل طيب ويعني إيه بقى إذا احنا قلنا إن سبب الالتزام لازم يكون مشروع وموجود عرفنا يعني إيه مشروع طيب تعالوا نعرف يعني إيه يكون موجود إذا كان سبب الالتزام غير موجود زي مثلا كمبيالات المجاملة هيكون الالتزام باطل طيب يعني إيه كمبيالات المجاملة في الحقيقة أنا لقيت إن ده أقرب مثال ممكن نضربه لكن علشان نوضح به الجزئية دي لكن هو مش موجودة عندك في المنهج يعني إنت مش ملزم به لكن تعالوا مع بعض نفهمها علشان نقدر نستوعب الكلام اللي بنقوله ونفهم يعني إيه الالتزام غير موجود كمبيالات المجاملة يعني زي مثلا لو أحد التجار تعرض لأزمة مالية إحنا التاجر اللي قدامنا أهو تعرض لأزمة مالية هيعمل إيه؟ هيروح لحد من أصدقائه وهيطلب منه إنه يسحب كمبيالة يكون فيها هو المستفيد يعني التاجر اللي عنده أزمة هيجي ليه أنا مثلا ويقول لي أنا عايزك تسحبيلي تكتبيلي كمبيالة وتحطيني فيها مستفيد طيب هل أنا فيه دين علي للشخص أو للتاجر ده؟ لا مفيش دين علي ليه فيبقى دلوقتي أنا بجمله وبعمله الكمبيالة دي إيه اللي بيحصل بعد كده؟ بيقوم المستفيد اللي عنده الأزمة دوت بيظهر الكمبيالة لشخص تاني وعلشان يحصل على إيه؟ على قيمتها طيب هيزهرها ليه؟ الشخص اللي إحنا قدامنا المظاهر إليه؟ علشان يحصل منه على قيمة الكمبيالة طيب المستفيد ده عمل إيه؟ المستفيد ده عمل حاجة جبيرة جدا عمل حاجة اسمها ائتمان زائف يعني أوهم الغير بأن هذه الكمبيالة صحيحة وهنلاقي إن في كل القوانين في كل الدول كمبيالات المجاملة هي كمبيالات إيه؟ هي كمبيالات باطلة هي كمبيالات باطلة طيب نرجع بقى للدرس بتاعنا قلنا إن سبب الالتزام السابت في الكمبيالة قلنا إذا كان سبب الالتزام غير موجود أو غير مشروع هيبقى الالتزام إيه؟ هيبقى الالتزام بتاعي باطل طيب هل البطلان ده بينحصر بين الساحب والمستفيد الأول؟ أيوة البطلان ده هينحصر ما بين الساحب والمستفيد الأول فقط طيب إذا تدولت الكمبيالة ووصلت لحامل حسن أنية فلا يستطيع الساحب التمسك بالبطلان لإنعدام السبب في مواجهته لأن التزهير قلنا إيه؟ بيطهر الكمبيالة من الدفوع يبقى في الحالة دي أنا عندي المظاهر إليه ملوش دعوة بقى باللي حصل ده لأن طالما الكمبيالة وصلت لحامل حسن أنية فلا يستطيع الساحب التمسك بالبطلان لإنعدام السبب في مواجهته لأن التزهير قلنا بيطهر إيه؟ الكمبيالة من الدفوع يعني بيسقط جميلة عن المشاكل اللي موجودة على الكمبيالة طيب نيجي للشرط الرابع عندي من الشروط الموضوعية لإنشاء الكمبيالة وهو أهلية الالتزام في الكمبيالة طيب المواقع على الكمبيالة لابد أن يكون متمتعا بالأهلية يعني إيه متمتعا بالأهلية؟ يعني عندي لابد أن يبلغ من العمر واحد وعشرين سنة وغير مصاب بعارض من عوارض الأهلية إيه هي عوارض الأهلية؟ عندي هي الجنون والعتى والسفى والغفلة يبقى أنا عندي علشان الشخص يوقع على الكمبيالة لابد أنه هو يتمتع بالأهلية يعني إيه؟ يعني يبلغ من العمر واحد وعشرين سنة وغير مصاب بعارض من عوارض الأهلية اللي إحنا ذكرناهم طيب لو اللي وقع على الكمبيالة كان أقل من تمنتاشر سنة هفرق ما بين حالتي أو أسفى أقل من واحد وعشرين سنة يبقى لو اللي وقع على الكمبيالة أقل من واحد وعشرين سنة هفرق ما بين حالتي أول حالة إذا كان بلغ من العمر 18 سنة والمحكمة أزنت له في مباشرة التجارة يبقى هيقدر أنه هو يوقع على الكمبيالات المتعلقة بتجارته المأذون له فيها يبقى أول حالة عندي إذا بلغ 18 سنة الشخص اللي هيوقع على الكمبيالة بلغ 18 سنة بس لابد طالما بلغ 18 سنة لابد أن يبقى فيه شرط تاني وهو أن المحكمة تأذن له في مباشرة التجارة يبقى يقدر أن يوقع على الكمبيالة دي بس يوقع على الكمبيالات المتعلقة بالنوع أو بالتجارة اللي أزنت له فيها المحكمة فقط طيب الحالة التانية عندي بقى إذا اللي كان بيوقع على الكمبيالة أقل من 18 سنة والمحكمة أو لو كان وصل 18 سنة لكن المحكمة لم تأذن له في مباشرة التجارة في الحالة دي توقيع على الكمبيالة هيكون باطل لكن هل هتبطل الكمبيالة كلها؟ لا بطلانه هنا نسبي يعني هيكون البطلان بالنسبة له فقط وباقي الكمبيالة سليمة ما فيهاش أي مشكلة طيب يبقى احنا كده اتكلمنا في إنشاء الكمبيالة عن الشروط الموضوعية لإنشاء الكمبيالة تعالوا بقى نتكلم عن الشروط الشكلية لإنشاء الكمبيالة وفي الحقيقة في الشروط الشكلية لإنشاء الكمبيالة أنا عندي هم شرطين ايه هم الشرطين اللي موجودين عندي؟ أول حاجة شرط الكتابة وتاني شرط توافر البيانات الإلزامية طيب تعالوا مع بعض ونبدأ بأول شرط وهو شرط الكتابة لابد أن تكون الأوراق التجارية مكتوبة طيب احنا قلنا إن ما فيش أوراق تجارية بتكون ايه؟ بتكون شفاوية طيب وبما إني بقى بتكلم عن الكمبيالة كنموذج للأوراق التجارية يبقى لابد أن تكون الكمبيالة في شكل محرر مكتوب يبقى لابد أن تكون ايه؟ في شكل محرر مكتوب وذلك لإثبات الالتزام الصرفي الثابت فيه الكمبيالة أنا دلوقتي بقول إن الكمبيالة هيوقع عليها الساحب علشان ينشئ الالتزام الصرفي طيب إزاي الساحب هيوقع على كمبيالة شفاوية مثلا؟ لا يبقى لابد أن تكون مكتوبة في ورقة علشان يقدر الساحب أو يقدر اللي هيحرر الكمبيالة إنه هو ايه؟ يوقع عليها ويقدر نقدر نسبة الالتزام الصرفي السابت فيه الكمبيالة طيب تاني الشرط معايا وهو توافر البيانات الالزامية وفي الحقيقة المشرع اشترط وجود عشر بيانات لابد أن تكون موجودة في الكمبيالة تعالوا مع بعض نعرف ايه هم؟ البيانات الالزامية اللي اشترطها المشرع في الكمبيالة أول حاجة كلمة كمبيالة بيان أمر الدفع مبلغ الكمبيالة اسم المسحوب عليه اسم المستفيد تاريخ إنشاء الكمبيالة مكان الكمبيالة معاد الاستحقاق مكان الوفاء وأخيرا توقيع الساحب يبقى دي العشر بيانات الالزامية اللي اشترط وجودهم المشرع في الكمبيالة تعالوا كده نبتدي ندرسهم مع بعض وناخد أول بيان فيهم وهو بيان كلمة كمبيالة المشرع في قانون التجارة الجديد اللي احنا بندرسه رقم 17 لسنة 1999 أخذ بما قال به قانون جينيف الموحد طب ايه هو قانون جينيف الموحد ده دي معاهدة دولية للأوراق التجارية وهنلاقي إن المشرع المصري اتأثر بيها في أكتر من موقع في قانون التجارة الجديد بتاعنا فهنلاقي إن المشرع اشترط أن يكتب على الورقة كلمة كمبيالة وهنلاقيها إن هي بتكتب في أعلى الورقة التجارية مرة وبتتكتب مرة تانية داخل الورقة التجارية في عبارة ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة وذلك لتكون الورقة قاطعة الدلالة على إنها ورقة تجارية وقابلة للتداول بالطرق التجارية يعني لما أنا شوف الكمبيالة قدامي فيها العنوان فوق زي ما اشترط المشرع كلمة كمبيالة على رأس الورقة التجارية وهلاقيها بتتكرر مرة تانية في المربع اللي تحت المظلة اللي تحت زي ما إحنا شايفينه ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة يبقى لما هلاقي الكمبيالة متقررة مرتين يبقى ده دليل قاطع على أن هذه الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية يبقى هنا عندي كمبيالة موجودة مرتين موجودة في أعلى الورقة ومرة تانية بتتكرر فين عند عبارة ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة وبعد اشتراط المشرع لكتابة كلمة كمبيالة لم يشترط كلمة لأمر أو لإذن طيب إحنا زي ما إحنا شفنا ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة لفلان الفلان طيب هل لأمر فلان أو قال لإذن فلان لا هو كان في قانون التجارة الأديم بيكتب ادفعوا لأمر أو لإذن فلان لكي تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية بس بعد زي ما قلنا كده المشرع اتأثر بالمعاهدة بتاعة قانون جينيف الموحد قال لك لا خلاص احنا هنكتفي بكتابة كلمة كمبيالة مرتين مرة في أعلى الورقة ومرة في منتصف الواقع بعبارة ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة ولم يشترط بقى كلمة لأمر أو كلمة لإذن ولكن حاليا زي ما قلنا في قانون التجارة الجديد بمجرد كتابة كلمة كمبيالة على الورقة بتكون قابلة للتداول بالتظهير حتى لو لم يكتب لإذن أو لأمر يبقى كده احنا أخذنا مع بعض أول بيان اشترطه المشرع لوجوده في الكمبيالة طيب فإذا كانت طيب لو الورقة بقى طلعت خالية من كلمة كمبيالة يعني ملقناش لقينا كل اللي موجود في الورقة لكن لم يكتب في أعلى الورقة كمبيالة أو لم يكتب ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة لا هما ما كتبش العبارة دي طيب يبقى في الحالة دي هل هذه الورقة هتكون كمبيالة لا إذا كانت الورقة خالية من كلمة كمبيالة فإنها تخرج من عداد الأوراق التجارية طيب يبقى إحنا النهاردة أخذنا مع بعض إيه؟ إحنا النهاردة أخذنا مع بعض اتكلمنا في الأوراق التجارية دخلنا بقى في إنشاء كمبيالة وعرفنا يعني إيه كمبيالة وعرفنا مع بعض برضو أطرفها وفي إنشاء كمبيالة اتكلمنا عن الشروط الموضوعية وعرفنا إن أنا عندي أربع شروط موضوعية وهي الرضا المحل السبب الأهلية وعرفنا تفاصيلهم وكنا ابتدينا مع بعض في الشروط الشكلية واتكلمنا عن عشر بيانات إلزامية اشترطهم المشرع في الكمبيالة ولكن للأسف انتهى وقت الحلقة وإحنا انتهينا فقط من الشرط الأول وهو شرط كتابة كلمة كمبيالة وعرفنا برضو إن من الشروط الشكلية هي زي ما قلنا توفر بيانات إلزامية والكتابة وقلنا إن لابد إن تكون الكمبيالة في شكل محرر مكتوب علشان أقدر أثبت الالتزام الالتزام الصرفي السابت فيها بكده يكون وقت حلقتنا انتهى شرفت بلقائكم النهاردة وبإذن الله على أمل في لقاء قريب وأستودعكم الله ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم